استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من الموضوعات المتعلقة بالحوافز التي من شأنها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وأشار الاجتماع إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرا بإلغاء مقابل الدمج السابق إقراره من مجلس الإدارة بشأن مشروعات الطاقات المتجددة مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة